موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد على كيزاكو سوف نرى فيديو اليوم تتم درس تنائي القطب نرى الحصة اليوم تحليل المنحنة للتغيرات وترئيسية بذلالة الزمن نحاول ندرسه و نرى الخاصية للمنحنة و من بعد نرى كيف تحليل المنحنة للمنحنة اول حاجة نذكركم معادلة موسيقى 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 و موسيقى طو كتساوي ليها ارسي. احنا قمتل المنحنة دي لدالة هذي. ونشوفو شنو ما الخاصية دي لد منحنة هذا. على بركتي الله. انا كنتساعد بالديموس في جوجل جوجل كروم. واحد في واحد الابليكاسيون اللي كتسهل عليا ان يرسم المنحنيات. كما كتشفو هنا انا دير اه اللي كتمتل لي التوتر بينما ربط المولد. عملي واحد ناقص اكسبونان ناقص اكس على طو. طو قنية ارسي. وهنا القيام دي التوابيط سي و ار و او. هنا ارسي كتمتلية تابيطات طو ديالي. لا لاحظة هنا لكن عندي سي و ار و او كيسوي سافر. يعني انا الدركة ربائية ديالي ما في اوله. لمولد طافي ل ار و سيد سافر. يعني انا ما كيلا مولد لا مقاومة ولا مكتف ما. التوتر ديالي سيكون سافر اصلا. اذا جيت اطلعت التوتر بينما ربط المولد مثلا وصلت هو واحد. كتلاحظوا بان بما انا مكيش لا مقاومة لا مكتف فان التوتر اي سي ساوي لي هو توتر اي. اذا غيرت سي مثلا فان التوتر ما غي تغيرش. علاش لان باقي المقاومة منعدمة. والعكس. اذا كان تساعد المكتف فارغة وكان غير مقاومة فان توتر اي سي ما تغيرش. بينما لا كتلاحظوا ان المنحنة كيتبدل. كيتبدل على الحساب ما انا كنزيد نطلع في القيمة ديال السيو في القيمة ديال ار فان احت المنحنة كتلاحظوا كيزيد كيميل. انا انا مثلا نكتافي بصافر 25 فارض. وفي المقاومة جوج اندر في ار فاندل لي جوج لاندل لي واحد ونص مهم لي سالا ندروا جوج لاخلي واحد باش ننصت انا كنزيد في او السيعة كتلاح. اذا هنا كتلاحظوا ان المنحنة كل في واحد جزء اللي القيمة ديال اي كتمشي من الصيفر وكتلعت الوحد القيمة القصوية وكين واحد المجال الاخر اللي القيمة كتبلي فيه شبه تابيته. اذا هذا المحور هذا هو محور الزمن يعني هنا كيمة تلية تانية جوج ثواني ثلاثة ثواني بينما هذا فكيمة تلية قيمة ديال توتر اي سي اذا لدي زمن يعني سور فسي لخمسة فولت واحد فولت جوج فولت اتسا ترى. انا انا غنجي شوفوا ديال باق ليش لنا المنحنة ديالنا. انتم ما تلاحظوا بانك ما غيرنا السي ولا اه قدمت نفق مدينة فان المنحنة كيزيد يميل نظام الانتقالي كي كبار. انتم ما كبارتها فان النظام التقالي كي كبر اذا تغسر نظام الانتقالي كي صغار. يعني ان وسع النظام الانتقالي كيتعلق بالقيمة ديال السي و بالقيمة ديال ديال الايق. عندما يريد انتمثل. اذا يريد انتمثل هنا تابيته الزمن. كان دياله تابيته الزمن هي ارسي. الى لاحظته هنا فان طبقا للمعطيات العاطين هنا ارسي كتساوي سور فاصلة خمسة. يعني هي القيمة هذي اللي هنا. يعني ان تابيته الزمن هي القيمة هذي اللي كان نشار لها بالكورسور ديالي. نكبر شوية المنحنة باش نسهل عليكم شي بلك شي مزيان. نزيد شوية نكبر الشي. حلو كمثلا. هنا تابيته الزمن فهي خرجت لنا نصيك. خرجت لنا سور فاصلة خمسة. شو اللي عندنا هنا. اذا بغيت تابيته الزمن. يعني هنا فهد لحظة طو. في لحظة تي اللي كتساوي فيها طو. او ش حاكي يساوي او لا او سي عفون ش حاكي يساوي. نحسبوها. نكتبوها هنا يا. عند لحظة تي اللي كتساوي لي طو. سواج حاكي يساوي او سي ديال طو. ما يلقي ما ديال طواتر او سي. احنا عارفين بان او سي عند لحظة تي كيساوي هو او عامل لي واحد ناقص اكسبونسيا ناقص تي على طو. اذا اللي جي نحسبو او سي ديال لحظة طو. فهي او عامل لي واحد ناقص اكسبونسيا ناقص طو على طو. فنعودو تي بي طو. اذا كيساوي لي هو او عامل لي واحد ناقص اكسبونسيا ناقص واحد. ولا جي تحسبتو هدي بكالكولاتريس. هتعطيكم سافر فاصيلة ثلاثة وستين في او. يعني ان او سي ديال طو كيساوي لي سافر فاصيلة ثلاثة وستين عقله على درقم زيان. يعني ان انا بغيت نحدد او سي في اللحظة طو فانو كيمتل او سافر فاصيلة ثلاثة وستين في او. يعني كيفاش نشرح عليكم هذي ميبيانيا. لجينا الميبيان. غنحسب القيمة سافر فاصيلة ثلاثة وستلاثين في او. هاتف. اذا هنتحن نجي من المنحنة. ونقلب على سافر فاصيلة ثلاثة وستين هنا. سافر فاصيلة ثلاثة وستين هنا ستكون معك هي هذه. رح نزيل نكبره مزيد بشي بليكم. عندك سافر فاصيلة ثلاثة وستين هنا لن تكون معك هي تقريبا. يعني نقدر نمشي من هنا. يقبق هذه تنتقاطع من المنحنة. يعني يقبها هنا تتقطع تقطع من المنحة في هذه النقطة إذا أردت الإسقاط هنا أتلقى سوف أرفض إلى 5 سنة أتلقى كما نقوم بإمكانكم سوف أضع لكم الصورة سوف أريد القيم سوف نحاول أن نحسب القيمة كما نقوم بإمكانكم هنا سوف نعطي القيم ونعطيهم قيم معلومة ونرى ما أعطينا في الحساب مثلا نبدل هذه ندريها هذه مثلا وهذه شي نبدلها ونقوم بإمكانكم ندريها ونرى 1 يعني نبدل القيمة الآن وقيمة الآخر إذا كما نقوم بإمكانكم لديها تابعة الزمن كيف نضع سعلا مثل أبدا أني تقوم بإمكانكم 1 063 633 سوف ندريها هيا نقوم بإمكانكم نقوم بإمكانكم ونقوم بإسقاط نقطة 0.63 نقطة 0.63 هي هذه عفوا أنتم تلاحظون قريبا ستخرج لك هي 0.65 0.65 يعني أن النقطة ستكون عندي هي هذه إذا جيت نشوف المطايات أنتم تلاحظون بأن نقوم بإسقاط نقطة 0.65 ونقوم بإسقاط نقطة 0.65 وهي تقريبا نتيجة التي كانت لدينا أتمنى أن تكون أستفتوا معي في الفيديو دي اليوم ونضرب لكم موعد جديد حيث أخرى كان معكم رضوان إذا لديكم شي سؤال للإستفسار فنحن رحنا الإشارة السلام عليكم اشتركوا في القناة